حالة التي تظهر فيها خلايا الدم البيض بصورة غير طبيعية أو حالات المراضية على الأولى التي تدخل خلايا النيتروفيل وهي الهايبو سيكمنتيشن يقصد الهايبو سيكمنتيشن هو ظهور خلايا الدم البيض النيتروفيل بفصوص وعادة فصوص أقل من ثلاثة أي في الحالة طبيعية تكون غالب ما تكون عادة الفصوص في النواة من ثلاثة أو أكثر لكن في هذه الحالة تظهر أما بشكل بص واحد أو أقل فتشبه أما تظهر بشكل يشبه تكيب الدمبل الدمبل هي الدمبلس الذي تستخدم فيه رفع الأثقال أو تظهر بشكل كروي غالب ما ترافق هذه الحالة طفرة وراثية تسمى بلغر هورتز أو سيدر بلغر هورتز الفرق بين الحالتين هي الحالة الأولى وراثية أما الحالة الثانية فتكون مصاحبة لبعض الأمراض السراطانية في الحالة وراثية من خمسين إلى تسعين بمئة تصريب خلال الدم النيتروفيل أما تظهر بشكل نواة كروية أما يسمى بيونيلوبت أو هوموزايقوس عندما يأقذ الكوموسوم من الأب وابن الأم أثناء هما مصابة بهذه الطفرة الوراثية أو تكون هتروزايقوس أو تظهر بشكل بايولوبت أو تشبه كيف يشبه دومبل أو دومبلس عندما تكون أحد أو يكون أحد الأباء مصاب بهذه المرض أو هذي طفرة الوراثية فتكون هتروزايقوس إما الحالة السراطانية فاتسمىahu Isaiah number Seed Rogercourt النموذيع طبعا في الحال الأولى تكون على ذناك خلال الدم البيض عند تظهر في هذه الحالة من ٥٠٠٪ bar Beel أما في الحالة الثانية فتكون مصاحب لبعض الأمراض السراطانية والطفرات السراطانية وتكون التطرفية تقريباً من ١٠ Français إلى ٣٠٪ من خلال الدم البيض من التطرفية هذه الحالة حالة Remember Teassium وهي حالة تتظهر فيها النواة خلائدين البيض النيتروفيل بصصة بشكل كبير أي عدد الفرصوص التجاوز الخمسة وأحيانا أكثر حتى يرفع علي الصور بعض الحالة المغادرة تسبب هذه الحالة هي الميكاليوبلاستيكانيميا وهي حالة يقد فيها أو يوجد فقر في الفولك أسيد والفيتامين ب 12 وهي الحالة المغادرة والسرطانية بعض الإصابات للتصيب خلائي الدم البيض أو خلائي الدم الحمر بشكل عام أو خلائي الدم بشكل عام المزمنة مثل إصابات الفيروسية كالسايتوميغاليفيروس والأيز وغيرها توكسك جينز يقدر بالتوكسك جينز هي نمو خلايا النيتروفيل باحت بعض الضغوط الخارجية مثل العدوى أو بعض الإصابات أو التهابات الفيروسية والبكترية التي تحرر أو تحفز خلايا النيتروفيل على النمو بسرعة كبيرة بحيث لا تصح للمرحات النضج وغالبا ما يتم بلغ عن حالة توكسك جينز إذا طهرت تحت المجهر ثلاث حالات مهمة تبين أن هلالك عدوى أو أصابة أو بعض الإلتهابات أو تسمم تسبب هذه الحالة حالة إليها هي توكسك جانيوليشن بالتوكسك جانيوليشن غلبية هي دارك بلو أو بلاك بري اوكسايدز بوزتيف جانيولز أي معناها تحت التصبير هي وجود بعض الحبيبات التي تحتوي على إنسان بيروكسايدز وهذا إنسان بيروكسايدز يحطم بعض البكترية والفيروسات عند ابتلاعها من قبل الخلية وغالب ما يكون لونها أزرق أو أسود غامق كما في هذه الصورة تلاحظ وجود هذه الحبيبات ويكون لونها غامق هذه فالتها هي إفراز بعض الإنزيمات الهاضمة كأنزيم بيروكسايدز الذي يحطم ويهضم بعض الجراثيم على الثانية توكسيك فاكوليشن وهي كلير سيركلر عمد أنستان سايد بلوز عياز يقصد بها هي وجود بعض المناطق الدائرية الغير مصبغة ويكون بيضاء أو نقية هذه يتمثل فجوات هاضمة يتدخل فيها البكترية أو الفيروسات بعد هاضمها من قبل الخلية أو بعد اتهامها لهاضمها أو قتلها حيث يتم إفراز الإنزيمات عليها وغالب ما تحتوي هذه الفجوات على بعض البكترية وبعض الأطريات دوه البديز يقصد بالدوه البديز هي هو pale blue around all language side blending inclusions أي أنها تراكيب طويلة قد تكون طويلة زرقاء باهثة توجد داخل الخلية تحتوي على بقايا الريبوسوم أو ريبونيوكليكيز أو الRNA إن بارل روز يقصد بارل روز هو الشبكة البلازمية الخشنة تظهر بهذه الأشكال كما في هذه الصورة أشكال ممتدة تحتوي على بعض الRNA وفعلة الشبكة البلازمية هي بالأساس هي تخصني بعض البروتينات الضرورية حيث تحتوي هذه الخلية على بعض البقايا هذه الشبكة البلازمية الخشنة وبعض الRNA تظهر بهذه الصورة أو ما يسمى بالدوه البديز يكثر هذه الحالات أو toxic chains في حالات الإصابة أو الاتهاب أو بعض العوام القلق أو بعض الأدوية اللي تحفز نوع واحد من خلايا دم البيض اللي تحفزها عند الإصابة تنتج نوع الوعي من خلايا دم البيض شديك هقاشي سندروم وهي حالة مرضية متلازمة تظهر فيها خلال دم البيض تحتوي على بعض الحبيبات الكبيرة في الحجم وهذه الحبيبات هي حصيلة اندماج أو تجمع بعض الحبيبات الرئيسية التي تحتوي أو الفجوات التي تحتوي على بعض الأنزيمات الهاضمة مع حبيبات وانزيمات أو فجوات أخرى تحتوي على انزيمات أو مواد أو مركبات تحفز الخلية أو من هذا القبيل الحل تسبب هذه المحلة المرضية هي طفرة في بعض الـ V-gene من الـ CHS1LYST وهذا الجين مسؤول عن تكوين بروتين الناقل داخل خلايا الدم مصدورة عامة وهذا ما يسمى بالـ Autosomal Recessive وهو جين ضعيف يحتاج إلى نسختين نسخة من الأب ونسخة من الأم لكي يعبر عن نفسه ويسبب هذه الحالة المرضية في هذه الحالة تنمو بعض الفجوات أو العضيات التي تحتوي على بعض الأنزيمات الهاضمة التي مفترض عن تقتل البكتير والجراثيم ولكنها تنمو بصورة غير طبيعية وتندمج مع بعض الفجوات الأخرى أو الحبيبات مكونة فجوات أو حبيبات أكبر وهذا تكون عنديمة النفع أي لا تستطيع تحفيز الخلية تندم البيض على التعام باب الجراثيم أو الأحياء المتشرية وكذلك لا تستطيع قتل أو أفراق محتوياتها من الأنزيمات التي تقتل البكتير والجراثيم وتكون عنديمة النفع بشكل عام وليست فقط النيتروفيل أي بسرعة من القانيولاسايت أي النيتروفيل والإزينوفيل والبيزوفيل وكذلك البليتلت أو صفحة الدموية والمونوسايت خلال البلعومية وحتى الليمفوسايت تكون عنديمة النفع أو لا تعمل بصورة صحيحة غالباً ما يرافق المريض لهذه الحالة هي أوكيولوكيوتينيوس ألبنزيم ألبنزيم أي ما يسمى بي يستهر بالشكل أشهب أو لا يحتوي على صغة الميلانين وهي ضفرة وراثية مرافق لهذه الحالة وكذلك بعض يصبح أو يصاب بإصابات بكترية متكررة بسبب أن كون الجاهز منها لا يعمل أو نخلها لدم البيض عديمة النفع أو لا تصدر قتل أو تخلص من البكترية وكذلك النزيف المستمر بسبب بسبب البلايتلت أو صفرة أحد أمرية لا تعمل بسبب نمو الفجوات أو الحويبات المهمة في هذه الخلايا فلا تستطيع هذه الخلايا ديمومة العمل بصورة تامة في البلايتلت فائدة الحويبات هي تحفيز الصفايحات على إنتاج بعض المركبات مثل فانو والبرانت وغيرها من الفارتيرات التي تحفز التساق الصفائحات تطع الدموية بعضها مع بعض مكون خطرة أو تسد الجرح وغالبا ما تطع هذه المشاكل في مرحلة بداية العمر أو في الطفولة بعض الأسباب أو بعض الحالات المراضية لسبب هذه الحالة هي أنيميا النتروبينية أي فقر في النتروفيل وثرومبوسيتروبينية أو فقر في الصفحات الدموية النتروبينية أو فقر في الصفحات الدموية وهي حالة وراتية تظهر فيها خلال دم البيض الحبيبية مثل نتروفيل وإزينوفيل وبيزوفيل وإنها تحتوي على بعض الحبيبات أو الفجوات التي تظهر بلون بنفس الجير غامق وهذه الحبيبات تسمى بالألداريلي بباليز تحتوي هذه الحبيبات على مركب الميوكروبوليساكرايد الذي المهضوم نصفياً أي ليس المهضوم بصورة جيدة أو بصورة كاملة وهذا ما يمثل التوكسيجرانيوليشن أو يقصد بالحبيبات التي تتهم إلى السامد غريبة والتي من المفترض التي تتخلص منها تختلف الحبيبات هنا عن الحبيبات التي الموجودة في حالة التوكسيجرانيوليشن التي تطرحناها سابقاً بأنها لا تحتوي على جسم دول بليز أو الأجسام البثلون أزرق باهت من تجربة سيتو بلازم ويتمثل حامض النووي رايبوزومي أو رايبونيوكليك أزيد الموجود في الشبكة البلازمية الخشنة وحيث كذلك تأثار زيادة في أعداد خلالة الدم البيض النتروفيل قلنا سبب وراء ذلك هو عدم هضم مركب الميوكو بوليساكرايد هذا المركب يفترض هضمه وهو بصورة أساسية موجودة في بعض بناء الكونيكيف تيشو والبعض الأنسجة والمحترظ هضمها وبواصل أنزام معين ولكن هناك طفعة وراثية حيث ينادي موجود هذا الأنزام الذي يهضمه فيتراكم في الجسم فتيضطر خلالة الدم البيض النتروفيل انتلت تهمه ويخزن داخل هذه الحبيبات هناك بعض الحالات المرافقة الوراثية تتطع فيها نفس هذه الحالة مثل حالة التاي ساة ديزيز وفي هذه الحالة كذلك هناك عدم هضم في الفاتي أسيد أو في بعض الدهون والهانتاد سندرام وهو حالة عدم هضم بعض السكريات وكذلك هارل سندرام وكذلك المورتوكس سلامي بولي ديستروفك دوارفزم كذلك يوجد عدم تراكم أو يوجد تراكم في محتوى السكريات داخل جسم الإنسان والتراكم داخل خلايا بضمنها خلايا الدم البيض عن نيتروفيل فتظهر داخل هذه الحجوات أو الحريبات وكلها تعز إلى نقص أو حلو الطفرة في بعض الإنزيمات الهاضمة وتظهر كذلك حالة تقزم على الشخص أو يظهره كأن النموه غير كامل بسبب نقص بعد مواد ضرورية أو مركبة ضرورية في نمو الإنسان ما هي هيغلين أنومالي طبعا كلمة أنومالي تعني مخالف للكلمة النومال أو الطبيعي فهنا غير طبيعي وتظهر في هذه الحالة الوراثية الخلايا البيض الحبيبية مثل النتروف البيضيوفيل والإزينوفيل وكذلك الخلايا المونوسايت تحتوي على بعض الأجسام الغريبة الطولية بلا الصورة القاعدية أي لونها بنفسجية أو أزرق باهت أو غامر عفوا تشبه ما يسمى بالجسم دول بوديز كما طيقنا له في الصورة السابقة الدول بوديز قلنا هو بعض الريبونيوكليك أسد المترسب أو الارن اي على الشبكة البلازمية الخشنة ولكن في هذه الحالة هذه الأجسام الغريبة ليست بريبونيوكليك أسد وإنما هي مركبات مترسبة من المايوسين أو بروتين مايوسين هافي تشينز وهذا البروتين يدخل فيه الخلايا العضلية ليساعد على التقلصات والانبساطات كذلك تظهر في هذه الحالة بعض الطاعة الدموية العملاقة كما في هذه الصورة وكذلك نلاحظ ناقص ملحوظ في صفائح الدموية سبب في هذه الحالة وضوح هذه الحالة هي ضفرة وراثية في جين الام واي اس ناين وبسبب تكون هناك مشكلة في الصفائح الدموية فذلك بديه أن يعاني المريض من نزف نوعا ما ولكن غالبا ما يكون لا يطلق أعرضها بشكل تامي ويمكن معالجة هذا النقص في صفحة الدموية حسب حالة المريض أما وظيفة خلال دم البيض فلا تتأثى في هذه الحالة المرضية تظهر خلال دم البيض أن يتوفر المونوسايت بشكل طبيعي إذ أنها لا تعاني من أي تغييف في شكلها ولا في حجمها ولا حتى في محتوياتها ولكن تكمن مشكلة هنا في قابلة تخلصها من الأحياء المتشهرية حيث هناك طفرة وراثية في جينات المكونة للـ NADPH oxidase وبهذه الطفرة وراثية لا تستطيع الخلال دم البيض تكوين بعض الإنزيمات القاتلة للكعن المتشهري بضمنه البكترية وبالأخص بكترية catalyze positive ويصب الـ catalyze positive هي ground positive bacteria مثل الـ Staphylococcus orius فعند ابتلاع المونوسايت والنيتروفيل للبكترية أو جراتيم لا تستطيع قتلها وتخلص منها لأنها لا تحتوي عنزيمات خاصة بها وذلك بسبب حدوث خلل في دورة كيميائية تحدث داخل الخلية تسمى بالـ Respiratory Burst وفائدة من هذه هي استهلاك الأكسجين من قبل الخلية تدام البيض وتحويل الـ Beroxidase أو ما يسمى بمركب أنزيم إلى مركب أنزيم آخر يسمى بالـ Superoxide وهو أنزيم قاتل للأحياء المتشهرية وبكون هذه الحالة تكون وراثية فأن الطفل في مراحله الأولى من حياته تكون خطر ودام يتعرض للإصابة وغلب ما يودي إلى وفاة في حالة التجاهل للعلاج إصابة تحدث في الرئتين وفي الجلد وفي العقد اللنفاوي وفي الكبد التجمع لكمية كبيرة من خلال الدم البيض عند حدوث الإصابة مما يودي ذلك أحياني إلى انسداد في لوعية الدموية وبعض الممرات الأعضاء هناك بعض الاختبارات التي توثق هذه الحالة والاختبار هو نيتروبلو تيترازوليوم تست في هذا الاختبار تضاف مادة نيتروبلو تيترازوليوم إلى عين الدم فإذا كانت الخلال الدم البيض تحتوي على سوبر أكسايد أو بعض الأنزمات القاتلة تستطيع تحويل هذا المركب من لون إلى لون آخر ببهذا يشير إلى أن الخلال الدم البيض بحالة جيدة ولا تعاني من أي مشكلة بداخلها أما إذا لم تستطيع تحويل مركب وتغيير لونه فإن هناك مشكلة فيها والحالة الثانية والاختبار الثاني هو فلاوسايتومتري وهو يشبه إلى حد كبير التعداد الخلايا وهذا الاختبار سنتكلم عنه لاحقا يقوم بتحديد فصيلة ونوع كل خلية دم بيض على حسب محتوياتها وبعض الانتجينات التي توجد على سطحها هذه الحالة الماضية تظهر فيها خلال الدم اللمفاوية وأن خلال الدم اللمفاوية تحتوي على الفصائل المتعددة منها T-Helber Cell و T-Helber Cell وظيفتها هي تحرض الجهاز مناعي على مهاجمة خلية معينة مصابة بفيروس أو بحالة مرضية بعد التعرف على سطحها عن طريق بعض المستضرات الموجودة على سطح الخلية والخلايا T الأخرى هي Cyto-Toxic T-Cell وهي الخلايا الهجومية التي تهاجم مباشرة الخلية وتقتلها عن طريق إفراس بعض المواد السامعة داخلها أو تحرض الموت المبرمج في هذه الحالة أو في هذه الحالة المرضية يصيب فيروس يجعب بالإبشتين فيروس الخلية اللمفاوية فتظهر بهذا الشكل إذا أن السيتو بلازم يكون غير متجانس في النهايات ويظهر وكأنه متزحلق وفي جهة التي يكون فيها قريبا من الخلية الدم الحمر إذ يظهر وكأن الخلية الدم الحمر عملت بعض التجاويف في الخلية اللمفاوية وتظهر بهذا الحجم وغالبا ما تكون الخلية الدم اللمفاوية من نفس النوع أي هتروجينيوس أي يقصد بها خاصة بنوع واحد من الضهرة أو متكاثرة ضد النوع واحد من المسبب المراضي وليس بسبب معدد مسببات المراضية السبب خلف ذلك هو إصابة الفيروس يتعلق إبشتينفور فيروس والذي غالبا ما يكون حات ورحيم أي لا يتطور إلى نوع سرطاني ويهتشاف المريض من تلقائه لا يحتاج أحيانا إلى تلقي العلاج بعض الأختبارات التي توثق هذه الحالة المراضية هي الـ Positif Heterophyll Antibody ويقصد بها الكشف عن بعض الأنتباديات مثل Antibody IgM والذي هو يكون غير متجانس وكبير الحجم وعشوائي والاختبار الثاني هو Positif Heterophyll Antibody وهو اختبار مناعي يبحث فيه عن المستضد والمضاد المناعي للـ Antibody الخاص بهذا الفيروس وكذلك هناك نحط ارتفاع بالسير في البروتين وهذا البروتين يزداد عند حدوث التهاب ما لذي أنه كذلك له وظيفة مناعية وفيروس تلتشى وهو زراعة الفيروس لتأكد من إذا كان هذا الفيروس موجود أم لا والاختبار كذلك الآخر هو FlowSytometry لتأكد ما إذا كان هذا نسيج فيروس أو بعض الأمراض السرطانية يتسبب هذا الشكل في خلال الدم اللمفاوية في بعض الأمراض السرطانية يتعطى خلال الدم اللمفاوية بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر